ناقش مشاركون في جلسة حوارية مع الحكومة ترتيب الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي أصدره البنك الدولي وأظهر تحسنا بواقع 29 درجة ليصل إلى المرتبة 75 المشاركون في الجلسة التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني طالبوا باتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات التي تعيق سير الأعمال في الأردن وأبرزها إصدار رخص البناء وحماية المستثمرين الأقلية وإنفاذ العقود اللازمة لبدء الأعمال إضافة إلى تعدد المرجعية من جهتها أكدت الحكومة التزامها بمعالجة كل الاختلالات التي أظهرها تقرير سهولة الأعمال في الأردن وإصدار التشريعات وتبسيط الإجراءات التي تسهل الأعمال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط فريد بالحاج أكد ضرورة أن يعمل الأردن على تنفيذ إصلاحات مستدامة تعمل على تحسين بيئة الأعمال على أرض الواقع أهم خطوة هي موضوع الحوكمة وموضوع الاستقرار استقرار السياسات الاقتصادية وهو موضوع هام وهم جدا لكي المستثمر لما ييجي على الأردن تكون عنده نظرة استشرفية ويكون عنده ثق في التواصل على مستوى السياسات هذه من ناحية ومن ناحية ثانية موضوع الشفافية وموضوع العدالة ولا سيما منها العدالة الاقتصادية لأنه المرة أخرى إذا كان يتحب تجلب المستثمر لازم يكون المستثمر عنده ثقة في الأردن وثقة في المناخ الاقتصادي في الأردن هناك حاجة إلى خارط الطريق للإطلاع على أبرز المؤشرات الفرعية التي لا زال تضع الأردن في مرتبة نسبيا متأخرة قياسا بعدد من الدول هناك العديد من مؤشرات الفرعية مرتبطة بالحصول على الاعتمان المؤشرات الفرعية مرتبطة بالتراخيص مرتبطة بقطاع الإنشاءات في كثير من الممارسات المتعلقة بالنزاهة في كفاءة الحكومة